خسائر فادحة يلحقها العدوان على غزة بالاقتصاد الإسرائيلي الذي يعاني تقلصا حدا إثر تهاوي قطاعي البناء والسياحة وارتفاع تكلفة الحرب ما يستدعي مزيدا من الاقتراض الحكومي إذ انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بعشرين وسبعة أعشار في المائة على أساس سنوي لتنخفض الصادرات بأكثر من ثمانية عشر في المائة والواردات بأكثر من اثنين وأربعين في المائة وفي قطاع البناء بلغت الخسائر الأسبوعية ستمائة واربعة واربعين مليون دولار ليقدر معدل التراجع الناجم عن هذه الخسائر بثلاثة في المائة من إجمالي الناتج المحلي أما في قطاع السياحة فهبط عدد الزوار بواحد وثمانين ونصف في المائة على أساس سنوي منخفضا من تسعمائة وثلاثين ألف سائح في الربع الأخير من عام الفين واثنين وعشرين إلى مائة وثمانين ألفا في المدة ذاتها العام الماضي كما اضطرت إسرائيل لاقتراض ثمانية مليارات دولار في أكبر عملية بيع سندات في تاريخها لتعوض النقص الناجم عن تقلص الموارد وازدياد تكلفة الحرب على غزة وتتوقع صحيفة فينانشال تايمز أن تصدر إسرائيل المزيد من السندات لجمع نحو سبعين مليار دولار يمثل الدين العام بعد ذلك سبعين في المائة من إجمالي الناتج المحلي في المقابل حذر مدير برسة تل أبيب من تحول إسرائيل إلى دولة فقيرة خلال عشر سنوات في حال استمرت الحكومة الحالية في مسار تعزيز نفقات الحرب